مو معقول وين كان عقلي قبل ما اجرب اعمل حلل رز طرابلسي ما بتصدقوا هاي الوصف اللي كتير بسيطة وكتير سهلة من نس كوب سكر ونس كوب رز وبطلع معاكي اطياب حلل رز طرابلسي وبتشبه كتير طعم حلاوة الجمن ولانه بهمني رضاكي ستة عن وصفاتي لازم تجربي هاي الوصف اول اشي حطيت ثلاث اكواب من الماء عليهم نس كوب من رز تاقر اللي طحنتوا محضرة الطعام كتير كتير ناعم وضيفت عليهم معل امن النشع عشان تنسك القوام طريقة حلوة ونص كوب من سكر شعبان ونص معلقة صغيرة من الميستيكا المطحونة ومعلقتين من ماء الزهر على البارد حركتهم كتير منيح ورفعت عليهم النار والنار لازم تكون وسط لهادية حركتهم 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 لصار عندي القوام كثيف باخد ميتين وخمسين جروم من جبنة الموزاريلا واختاروا نوع كويس النار بدها تكون كتير هادية بتقلبوهم من فوق لتحت فوق لتحت بتبلش وطمط معاكم وطمط وطمط وبتلعبوا فيها ادمابتكم بعدين حطيتها بصحنة تقديم رشيت عليها اه رتبت شكلها شوي بعدين رشيت عليها فستق حلبي بعدين دقوها وهي سخنة عنجد بتشهي اشتركوا في القناة